السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الميستر قبل أن نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد من الامتحانات اللي احنا منحله نهر دا هنحل معكم كتاب المراجعة النهائية كتاب بيت باي بيت المراجعة النهائية سنة تانية عدادي هنحل في الامتحانات الامتحان الخامس والامتحان السادس من صفحة 131 لصفحة 136 واللي فاتوا الامتحانات اللي فاتت حلاف صندوق الوصفة أسفل الفيديو انتظرونا السلام عليكم ورحمة الله نهر دا هنكمل حل كتاب المراجعة النهائية بيت باي بيت السنة تانية عدادي هنحل تستفايف اللي هو النموذج الخامس أول سؤال زي ما احنا عارفين هنسمع كده عشان نشوف الإيه الإجابات I am مؤمن I don't have to walk to school I take the bus I have to look after my brother Take out the rubbish and do my homework I have to do much English and math homework نشوف بقى الإجابات مؤمن takes the مؤمن بياخد ايه بقى للمدرسة طبعا قال لنا ايه the bus number two number two مؤمن has to look after his بيعتنب مين brother number three مؤمن takes out the بيستخرج ايه معه the rubbish الرقمامة for مؤمن has a lot of لديه كثير من ايه and math homework واجب ايه واجب رياضيات واجب ايه English سؤال التاني عندنا اللي هو المحادسة لازم تشوف مين بيكلم مين في المحادسة جهار بتكلم سامير ونقرأ كلها الاول عشان ايه عشان نفهمها فهنا جهار بتقول سامير my sister didn't go to school يسر داي اخت مرحش المدرسة مبارح فقال لها what's the ايه يبقى ما المشكلة what's the يبقى هنا اعتبقى الايجابة ايه problem b-r-o b-l-e-m number two فقال لها what's the problem ايه المشكلة اعنا اللي حصلت لها فقال لها ايه she had an حصل لها كزا فقال لها ايام نقط to hear that يعني انا اسف اللي اسمع الكلام ده فقالت له she fill off وقعت من ايه here bike من على العجلة بتاعتها and broke here وقسرت رجلها يبقى ايه ايه زلنا في number two هنقول ايه she had an a accident طيب number three فقال لها ايام انا اسف لسمع ذلك ايام ايه بقى sorry ماشي she fell off her bike وقعت من على العجلة لان broke her leg كسرت رجلها سامير قال لها i hope she will be اتمنى ان هي سوف تكون افضل او متحسنت بيتر شكرا يا سامير شكرا يا سامير ده انت ايه 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 صفة ايجابية هنا مسلا خلاص خلاص يعني تدل على انت عطوف جدا يعني وخلاص خلاص خلصة المحادسة نشوف بقى ايه القطعة بتاعتنا قال لكم المعنى بتاعها كده باختصار يعني اه هنا مدينة اسمها دي بلدة ايه بلدة واسعة يعني اتمنى خمسين الف بيعيشوا ايه فيها من الناس يعني هي بجوار ايه نهر واسع كبير يعني نهر كبير اسمه ايه كلارك ريفر نهر كلارك كل يوم الناس بتاخد ايه زفير المعدية يعني من ايه شمال من شمال البلدة دي اللي جنوبها عشان نروحوا لإيه للعمل جنوب كلاركسون دي مالها بقى فيها محلات كتير ومصانع نهر ما بتعيش هناك بس بيجو للعمل يبقى ده مكان المصانع في الجنوب كبير ايام الاحد كثير من الناس جوتو واتش دير فيفوريت في تيم فرجوا على الفريق المفضل بتاحهم اللي هو بتاع البلدة دي ايه يوم الحد في متشاطع الزوية الاسبوع الناس ايه من مدينة كلاركسون دي انجوي ووكي يستمتعوا بالماشي على ضفة ايه ذابانك يعني ضفة النهر بتاع ايه كلارك ده تمام بيبحرهم يركبوا مراكب يعني صغيرة انزوط على الميا and if there is little wind فيه تبقى فيه رياح خفيفة كده they fly كايتس طيار وطيارتهم in the large park في المنتزى الواسع كل سنة كلاركسون دي تنمو في الحجم size يعني الحجم المدينة دي تنمو في الحجم بكوز لان الناس كتير عوي يقوم ربما في المستقبل لو استمرت في النمو ده سوف تتحول الى مدينة كبيرة هنشوف الاسئلة كده اول سؤال عندنا زي بيروحوا الشغل اهو قال ماشي عشان يروحوا العمل في عطلة نهاية الاسبوع بيعملوا ايه بقى هنشوف هكده ايوه السطر ده من اول السطر ده هنا تمام الحاد دي كمان هنا تلت سطور دولت دي جاب للسؤال ده دي نمبر انهم بقى بيستمتوع بالماشية وكمان بياخدوا اوارب وكده ايه في المية السؤال اللي بعده هتحب تعيش في المدينة ديت طبعا يقول ايه لو عايز تقول نو ماشي بس تقول السبب طب ليه بقى انجوي يعني انجوي يستمتع 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 السؤال السؤال اللي بعده ده اختيار عن القطع نيرلي حوالي كم من الاشخاص يعيشوا في المدينة دي يعتبر نهر ايه بقى قالوا انه يبقى بيج مش موجودة هنا بس دي تسوافل المعنى بيروحوا اللي ستار يتفرجوا على الموتشاتي ايام 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 الاحد ندخل على الاختيار قالوا في بيبل لين د د د د د مصطفين في الشارع طول ويلكم يرحبوا بقى ذير هيرو البطل بتاعهم نمبر اي وبعدين نقط اكشن فيلم افلام الاكشن بط اي لوف ذي منا بس انا بيحبهم دلوقتي يبقى معلومة كده ان انا مكنتش متعود احب الافلام ديت هتبقى ايه دين تي متعود لان متعود على شيء في الماضي بس دلوقتي ايه العاك صفحة 132 بقيت الاختيار نمبر ثري تتحدث بلايت بادب طيور تيتشارز للمدرسين بتوع كيبقى يجب ان تتحدث بطريقة مؤدبة نمبر فور المصريين الكودماء بيلت ذا كارنك يبقى معبد معبد كارنك تيمبل فايف اي هف انا لدي ا ا او ان فور اجوب بالوظيفة مع شركة كبيرة مقابلة ايه انترفيو نمبر سيكس الاولاد بقى مضارع بسيط صح اللي هو الفعل في المصدر مع اضافة ايه ايه مفرد غائب فبويز دي جامع هتبقى تيك بس مش هنزود ايه يأخذ الاوتوبيس للمدرسة كل يوم ايام ليرنينج انا بتعلم ايه بعدين نقط ذيس ديز هذي الايام that's why i bought special bins اشتريت اعلام خاصة and brushes وايه وفرش كده بتعلم فن الخط اللي هي بقى calligraphy دي number 8 please put these flowers ضع هذيه الزهور فيه هتخضعها فين يبقى vase vase ما المسكد يعني قناع number 9 let's take that دعنا ناخذ my friend's flat شقة صديقي is on the 11th floor في الدور الحداشر يبقى هناخد ايه عشان نطلع له ناخد السلم ولا ناخد ايه الأسنصير اللي هو lift مسعد number 10 ايه الساموان هو شخص ما who works for no money بيعمل بدون ما ياخد فلوس اللي هو مين المتطوع volunteer السؤال اللي بعده read and correct اقرأ وصح فيه ماذا انت كنت وبعدين هنا دوق done همع where نجيبه ايه بقى دوق done دي هتبقى doing ما فيهاش حاجة اللي هو الماضي المستمر number 2 مستر علي الزمان man دي انسان عاكل صح الذي i travel with اللي انا سافر معاه بدل where دي للمكان هتبقى who الذي للانسان العاكل who number 3 i don't like these clothes مش عايجي من الملابس دي ما يحبهاش i know have where them at work ماشي but ولكني باضطر البس هيبقى have two من half بس هتبقى have two يجب عليها البس فين في الشغل انا مش عاجبين بس همال البس في الشغل مضطر number 4 my room الحجرة وبعدين clean تنظف buy my mother every day بسيطة mom t الزف buy هنا تدل علينا مبنية للا المجهول every day تعرفني ان هي مضارعة بسيط يبقى المجهول اللي هو بتكون من am is or والتصريف التالت room دي تاخد a المفرد تاخد is والتصريف التالت من clean clean d ده الصح بتاعها عندنا بقى test 6 الاختبار السادس هنا صفحة 34 او السؤال listening زي ما انتو عارفين نسمع انا 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 في النهاية، أنا أتعلم أن أفعل الكثير من الأشياء جديدنا أمريكي، سيد أوثمان، في الآن، مع بعض الأمريكي في المنطقة هنشوف الأسئلة، إذا ما فهمتش الليسنينج، اسمعه الثاني عادي، وبعدين إيه؟ ارجح للأسئلة معنا إيمان تكون، تتعلم تعمل حاجات كثيرة عشان تساعد في الشقة دي نمبر ثو، مستر عثمان، جرهم ده إذين إيه؟ هسبيتال في المستشفى نمبر ثري، إيمان أند سامني برزوا بعد الجران آر، مستر عثمان زفلات، بيعملوا إف شقة مستر عثمان، بيصلحوا هالو نمبر فور، إيمان أند هير سيسترز آر بينتنج، بيلونهم أو بيطلهم، بيعملوا طلاقة للايه؟ كيتشن، المطبخ بتاع شقة مستر عثمان المحادثة بقى هنا، إيه؟ السؤال الثاني، طبعاً لازم إيه؟ زي ما اتفقنا بقى نقراها كلها ونفهمها دوتر، ابنها بتكلم فاظر، بتكلم باباها، بتقول له What is this temple called؟ المعبد ده يسمى إيه؟ فقال لها This is the amazing temple of a moon، المعبد المدهش أو المزهل ده بتاع أمون It has huge columns، اللي فيه أعمدة إيه؟ طويلة ده، هاو نقط People can visit the temple of a moon at the same time يعني كم إيه؟ الناس اللي قدروا يزوروا معبد أمون في الوقت، كلهم يكونوا موجودين، فقال لها More نقط 2000 people أكثر من إيه؟ 2000، يبقيت له هاو إيه؟ هاو mini، يبقى number one، هتبقى mini، كم عدد؟ فقال لها More، وبعدين نقط 2000 people أكثر من More than أكثر من ألفين شخص ممكن يكونوا موجودين في وقت الزيارة دي، فالابن قالت له How do the visitors get into the temple of a moon كيف يدخلوا في معبد ايه؟ الناس يقدر يدخلوا، الزوار يقدر يدخلوا فيه؟ في معبد امون ده قال لها They must walk past, يمرهم lots of status، تماثيل كثيرة من إيه؟ سفينكس نقط They entered عندما إيه يدخلوه، يعني هيعدوا على إيه؟ على التماثيل ده كلها، وين عندما دي إيه موجودة في كتاب المدرسة؟ دوتر راح تسألها سؤال Are these runes؟ رونز يعني الحطام قال لها These are runes، الحطام بتاع إيه؟ أو البقايا of the temple of montu قالت له ما هذي ما هنا، ما أو ماذا what What are these runes؟ الذي بقايا إيه؟ أو حطام بتاع معبد montu How not is this temple؟ هذا المعبد قالت له، رد عليها بابا قال لا It's more than three thousand years old عمره أكتر من ثلاث تلف سنة، يبقى How إيه؟ كم عمره؟ How old؟ خلصت كده صفحة 134 ندخل في صفحة 135 القطعة بتاعتنا، طيب نفهم القطعة كده باختصار أقول لكم المعاني بالعربي، الواحد بقول إن اسمه هي Ben وهو جاي من إيه؟ من أستراليا عنده عمره 24 سنة، عيش في سمول تاون مدينة بلدة صغيرة بالقرب من مدينة سيدني كولد برانتون، المدية البلدة اللي هو عيش فيها I don't have أجوب ما عنديش شغلانة دلو من الطبيعي إن أنا إيه؟ إيه شغلانته؟ I clean shop windows ينظف إيه؟ آآ شبابيك إيه؟ المحلات، يعني الباترينات I live with my very beautiful wife يعيش مع زوجته الجميلة جدا اسمها ماريا فان في منزل لطيف كده ومعندهمش لسه أطفال My wife is two years younger than me زوجتي أصغر مني بقى بسنتين ماشي؟ نفهمها عشان وقال 24 هي أصغر منه بسنتين She is an actress ممثلة But she isn't very famous مش مشهورة بتمثل فان في مسرح صغيرة في الثياتر يعني مسرح في البلدة في قطلة نهاية الأسبوع نحب نروح إيه بقى السباحة في إيه بقى ليك بحيرة بالقرب من منزلنا ماشي بقول I normally الطبيعة بتاع إن أنا إيه؟ أستيقز الساعة تمانية كل يوم But on يوم الخميس Thursday I get up بس ع الساعة ستة إيه بقى يخذ ذات الزاديه؟ هو ده اليوم اللي أنا بقى إيه؟ جورة بقى أكون بلجاري في الحديقة I like living in Branton بحب أعيش في المدينة اسمها برانتون دي لأنها مش كبيرة قوي There are some historical buildings في أماكن تاريخية In the center في قلب المدينة دي Near Branton بالقرب منها There is a river ويوجد نهر وكمان إيه؟ حيث I sometimes go fishing أروح أسطط هناك When I want to relax عندما أريد الايه؟ الاسترخاء أول سؤال عندنا بيقول Where does bin go swimming؟ أين هو يروح إيه؟ للسباحة؟ هنا دي إيجابيتها هيا In a big lake The number one Number two What is maria's job؟ زوجته ووظيفتها إيه؟ قال لنا اللي هي actress ممثلة The number two Number three When does bin go running؟ يعني متى bin دوت بيمرت الجارية يعني تمام؟ متى يوم إيه؟ يبقى On Thursday خلاص هي بديت number three الأسئلة الاختياري bin comes from بيأتي من بلدة Australia maria is قلنا إن هي صغر منه بسنتين وهو عند 24 يبقى 22 سنة bin and maria have عندهم أطفال؟ قلنا لأ no ندخل على الاختياري أول سؤال هنا people can fight الناس تستطيع أن تقوم more easily بكل سهولة if they have أضايت لو عندهم إيه؟ بيقوموا بضايت أو ريجيم يبقى يقوموا إيه؟ العدوى يبقى الجسم إيه؟ قوي يعني infection العدوى number two they helped us and we thank them for their شكرناهم على على عطفهم kindness number three ice as a result نتيجة لي high temperature درجة الحرارة العالية التلج يحصل له إيه بقى؟ ينصهر ملتس number four away from that dangerous area من المنطقة الخطيرة دية at night علي يا علي ابعد عن المنطقة ليه الخطيرة دي؟ keep away ابتعد number five a is a place هو مكان where people who do something wrong go اللي الناس اللي بتعمل حاجة غلط بيوضوها فيه اللي هو السجن prison six they usually هم عادة تدلوا على المضارع البسيط صح يا كده؟ اللي هو الفعل في المصدر بس منضيف S مع المفرد الغائب they دي ما نضيفش إيه؟ S خلص باختصار هتبقى prefer fair يفضل أنا عشان they ما نزوجش S طيب number seven we use نحن نستخدم to talk to people نكلم الناس هو كانت هيري ما بيسمعوش لا يستطيعوا السمع you باستخدام ايدينا بدلا من الكلمات لغة الاشارة نستخدم ايه؟ sign language number eight maryam and I don't have dinner together لنتناول العشاء معا but today ولكن النهاردة بقى ها؟ يبقى حاجة مستمرة ها؟ صح كده؟ يبقى زمن الاستمرار المدارع المستمر النهاردة بالذات we are having dinner to get there في الوقت الحالي عندنا رقم تسعة number nine there are many وبعدين هنا نقط that can help poor people لتساعد الناس الفقرة in Egypt في مصر يبقى يوجد ايه؟ مؤسسات خيرية charities number ten the train القطر leaves at nine tomorrow حيماشي الساعة تسعة بكرة so you not be late يبقى ايه؟ ممنوع انك تتأخر على القطر ده؟ لا يجب يبقى ايه؟ mustn't لو تأخرت مش هتلاقي مواصلات number خلاص السؤال اللي بعده بقى تصحيح الكلامات اللي ما بين الاكواس ديت we نقط ما فيش نقط طبعا هي we mustn't عايزين نصلح mustn't ديت catch that train القطر ده because it is the last one tonight اخر قطر اللي لا دي يبقى ايه؟ لازم ناخد القطر ده فيش قطر بعديه we must هتبقى must number two was عايزين نصلح was ديت you listening while he was talking يعني هل انت كنت بتستمع بين اما هو كان بتكلم you متاخدش was تاخد where number three my sister always اخت دائما speaks very تتكلم quiet هادئ عايزين نقول بهدوء هنزود لقى ly تبقى quietly بشكل ايه؟ هادئ بهدوء دي الظهر في الاخر وإيه؟ اللي واي او الحال يعني number four احمد didn't didn't يبقى بتنفل ايه الفعل اللي ورا ترجعه لمصدره use دي هتبقى ايه؟ شيلو دي احمد didn't use to have an expensive car كان لم يعتدن يكون عنده ايه؟ سيارة غالية خلاص خلص كده الاختبار السادس انتظرونا في حل بيت الكتاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا